اعلنت الفنانة المصرية شريهان في الساعات الماضية عن وفاة الفنان والمخرج المصرية الشهير كريم ضياء الدين والد أبناء شاقيقتها هويدة حيث نعته بآية قرآنية داعية له بالرحمة والمغفرة النجمة المصرية شريهان كاشفت في تغريدة عبر حسابها على تويتر عن وفاة المخرج المصرية الكبير الكريم ضياء الدين والد أبناء أختها هويدة الذي توفي في الساعات الماضية عن عمر نهز الخمسة والسبعون عاماً ونعته عبر حسابها وكتبت بسم الله الرحمن الرحيم يا أياتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي صدق الله العظيم انتقل إلى رحمة الله تعالى والد أبناء أختي الوسطى هويدة الغالي المرحوم المخرج كريم ضياء الدين كما واجهت شريهان أيضاً العزاء لأبناء أختها هويدة بعد رحيل والدهما وكذلك لأسرة المخرج والفنان الراحل فكتبت في تغريدة أخرى وقالت أسأل الله للفقيد الغالي الرحمة والمغفرة وللأسرة وأبنائه عمر وريم وجهان كريم ضياء الدين الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون كما نعته أيضاً نقابة المهنة السينمائية المصرية برسالة وبيان مؤثر عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك الفنان والمخرج كريم ضياء الدين قدم للسينما المصرية العديد من الأعمال المهمة والتي قام بإخراجها ومن أبرزها فيلم اسمعلي رايح جاي الذي تسبب في تغيرات كبيرة في صناعة السينما بمصر وكشف عن العديد من المواهب الشابة خلال هذه الفترة من بينهم الفنان خالد النبوي والفنان محمد هنيدي وحقق العمل أيضاً إرادات ضخمة في ذلك الوقت ويعتبر كريم ضياء الدين من المخرجين البارزين وهو من مواليد عام 1946 ونال دبلوم في الإخراج من المعهد العالي للسينما في عام 1967 وبدأ رحلته مع علم الإخراج كمساعد مخرج مع والده الراحل أحمد ضياء الدين في التلفزيون المصرية ثم قدم مجموعة من الأفلام التسجيلية والروائية كمخرج لكنه بدأ رحلة مع التمثيل وتحديداً في عام 1994 في فيلم السوق النساء مع كل من الفنان حسين فهمي ومحمود حميدة بالإضافة للفنانة شيريهان التي كانت أحدى بطلات العمل وقد شارك الرحل في أفلام سينمائية عديدة منذ الطفولة مثل فيلم أردنا الخضراء والمركبي وغيرها من الأفلام بالإضافة إلى بعض المسلسلات الدرامية ولكن تعد أشهر أعماله السينمائية فيلم اسمعالية رايح جاي غافر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبه الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر